والآن أعليئني انتهاء الجلسة الافتتاحية وأطلب من الصحافة وباقي الطبيب التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وأفاره هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم ويبدو للأسف أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه إن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة وأقول باختصار هناك طريق يوفر حياة كل المدنيين إنه المصاري الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة اليوم من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا إننا إزاء كارثة إنسانية تتشكل أمام ناظرين تتمثل بالقتل المستهدف والتدمير الممنهج والترحيل القصري عن قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء ترجمة نانسي قنقر